اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع هذه الرحلة المباركة وقصة الكنيسة النهاردة بنعمة الرب من سفر العمال أصاح 2 آية 41 إلى 47 فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو سلاسة آلاف نفس وكانوا أضبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيض الرسل وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج وكانوا كل يوم يوظبون في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون في هذه الآيات اللي سمعناها صديق المشاهد وآيات أخرى كثيرة بنشوف سمات الكنيسة الأولى ويمكن السمات دي تكون نموذج رائع لكل كنيسة ويمكن قصد الروح القرص من هذا النص ان كل كنيسة مسيحية كل كنيسة محلية تتطلع لهذا النموذج تتعلم منه تسعى اليه وتعيش بكيفية عملية هذه السمات من خلال الآيات اللي سمعناها خليني أذكر بعض هذه السمات المشجعة وإحنا بنقرأ قصة الكنيسة قصة الكنيسة الأولى وحركة النمو الرائع اللي كانت في هذا القرن الأول الميلادي أقول أولاً إنها كنيسة نامية في آية 41 و47 قبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو سلاسة ألاف نفس مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون حركة نمو حركة ازدياد في العدد والروح والحقيقة حركة النمو ابتلت في وقت مبكر حتى قبل سفر الأعمال فالمسيح نفسه هو صاحب الوعد في مط 16 أبني كنيستي وهو اللي جمع حوله الثلاثة المقربين بطرس ويعقوب ويوحنى ثلاثة وبعدين الاثني عشر وبعدين السبعين تلميذ وبعدين في أعمال واحد أي خمستاشر بنقر على المية وعشرين وبعدين في كرونس الأولى خمستاشر بنقر عن خمسمائة أخ وقدين بنى من حجم الدوائر بتزيد ازاي ثلاثة اتناشر سبعين مية وعشرين إلى خمسمائة أخ ثم يكمل المسيح عمله من خلال الرسل وخدمتهم الفعالة في الكنيسة الأولى فانضم في يوم الخمسين سلاسة ألاف نفس مش بس كده كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون البشير اللقى بيوصف حركة النمو بعد ذلك بدون عدد محدد يمكن بسبب الكثرة فقلنا بعض الشواهد المشجعة جدا أحبائي في هذا المشهد عمل خمسة وآية 14 يقولنا مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء ناخد بالنا بيوصف هؤلاء بأنهم تلميذ تلميذ يعني تابعين بأمناء بأمانة قابلين للتعلم وبيضربوا كمان غيرهم يأصح ستة وآية سبعة يقولنا إضافة في غاية الأهمية جمهور كثير من الكهنة كانوا يطيعون الإيمان شكرا للرب حتى الكهنة بدأوا يفهموا وبدأوا يؤمنوا بأن يسوع هذا المسيح الذي كنا ننتظره هو هذا يسوع المسيح وصل النموه في أصح تسعة وآية 31 وهنا بيستخدم كمان لغة مختلفة تماما حيث كانت الكنائس تتكاثر ما بيقولش بقى عن الناس أو حتى عن الكهنة لكن الكنائس كانت تتكاثر والحركة دي ما كانتش بس في قرشاليم لكن زي ما قالوا الرب في أعمال واحد تمانية كل اليهودية والسامرة بل بعد كده وصلت إلى حدود أنطاكيا يعني إلى الأمم وهناك في أنطاكيا بنقرأ عن خدمة برنابة في أعمال حداشر أعمال حداشر يقول لنا هذا المشهد المبارك أيضا وآية 24 عن برنابة كان رجلا صالحا وممتلعا من الروح القلس والإيمان فانضم إلى الرب جمع غفير انضم إلى الرب جمع غفير كنيسة نامية كنيسة بتنمو عدديا كما بالتأكيد كانت بتنمو روحيا ثم كنيسة كارزة كنيسة كارزة لا يمكن أن يحدث نموه في الكنيسة ما لم تكن كارزة وده اللي حدث مع الكنيسة الأولى التلميذ ما كسبه ريشالين زي ما أمرهم يسوع انتظارا للروح القلس اللي يمنحهم القوة للشهادة وقد حدث فعلا امتلأ الجميع من الروح القلس كانوا في استعداد تام لهذه الشهادة لما سمع الجمع العزة بطرس نخصوا في قلوبهم وسألوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة بطرس أجابهم توبوا واللي اعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لوفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القلس وقبل هذه الدعوة ثلاثة ألاف نفس ثم بدأ الرسل يدركوا ان الهيكل مكان مناسب للكرازة فكانوا بيروحوا الهيكل علشان يعلنوا رسالة الإنجيل ده اللي حصل في أصح ثلاثة وأصح أربعة وصحيح اليوم هناك في أعمال ثلاثة انتهى بوضع بطرس ويوحنا في السجن لكنهم أثناء المحاكمة في اليوم التالي امتلأ بطرس من الروح القلس وقدم الشهادة كاملة وبعد كده كان بيصلي مع بقية الرسل في أعمال أربعة آية تسعة وعشرين وآية واحد وثلاثين والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بمجاهرة ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القلس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة بعد كده استخدم الرب الرسل بقوة قبض عليهم وضعوا في الحبس في أعمال خمسة لكن ملاك الرب يأتي ليلا ويخرجهم كنا نتوقع أنه بعد ما خرجوا يذهبوا إلى أماكنهم إلى بيوتهم لكن رجعوا مرة تاني لهيكل وكانوا يعلمون واجتمع المجمع علشان يحكمهم أرسلوا إلى السجن لإحضرهم لم يجدوهم علموا وقته أنهم موقفون في الهيكل بيعلموا الشعب أحضروهم لا بعنف وقال لهم رئيس الكهنة في أعمال خمسة تمانية وعشرين أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الإسم وهأنتم قد ملأتم ورشالين بتعليمكم خد بالك دي شهادة رئيس الكهنة عن الكنيسة الكانزة ملأتم ورشالين بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دمى هذا الإنسان مرة أخرى بطرس ينتهز الفرصة ينتهز الفرصة ويشعر أنه أمام المجمع لازم يشهد لكذا يقول رئيس المجمع أو المجمع الموجود ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس إله أباءنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقا إياه على خشبة هذا رفعه الله بيمينه رئيسا وموصيا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه وكذا نشوف الكنيسة استمرت في كرازتها بإنجيل المسيحة رغم الصعوبات رغم التحديات استخدم الرب الرسل في الكرازة واستخدم روح الله كثيرين في هذا الغرض غير الرسل زي استفانوس زي فيلوبوس زي شاول الترسوس اللي بقى بولس بعد كده وكل تاريخ الكنيسة الأولى يؤكد إنها لم تنسى كلمات الإرسالية العزمة اللي قالها المسيح أبل صعوده يذهبوا إلى العالم أجمع اكرزوا بالإنجيل اللي الخليق أقول لها من آمن واعتمت خلص ومن لم يؤمن يدان كنيسة كارزة هل تذكر الكنيسة اليوم كلمات الإرسالية هذه هل تنتبه لدورها الكرازي في وسط هذا العالم كنيسة كارزة كنيسة كارزة بعد ما شوفناها كنيسة نامية عايز أقول كمان إنها كنيسة متعلمة كنيسة متعلمة الحقيقة من البداية برضو الرب أوصى اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم أن يعفظوا جميع ما أوصيتكم به متى ثمانية وعشرين تسعتاشر وعشرين إذن أدرك الرسل من البداية أن كل من يقبل رسالة الإنجيل وينضام من الكنيسة يحتاج حتما إلى التعليم هكذا كانت الكنيسة الأولى أرينا في عمال اتنين وآية اتنين واربعين كانوا يواظبون على تعليم الرسل يواظبون على تعليم الرسل اللي كانوا بيتعلموه هو تعليم الرسل فإيه هو تعليم الرسل طبعا في البداية ما كانش فيه كتب العهد الجديد ما كانتش مكتوبة بعد فكان التعليم بيقدم شفاها من خلال الرسل باعتبارهم شهود عيان ليسوع المسيح اللي رأوا معجزاته وسمع أقواله وتعليمه يمكن علشان كده وعدهم الرب أما المعز الروح القلس الذي سيرسله الآب باسم فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم أكيد كانوا يستخدموا كتب العهد القديم ومن خلالها وباستنارة جديدة كانوا بيقدموا للناس ما هو مكتوب في كتب العهد القديم وأنه تحقق في يسوع المسيح طبعا بعد كده ظهرت كتابات ورسائل العهد الجديد وما فيش شك كانت مادة غنية للتعليم لأنها بتشرح الأبعاد اللاهوتية والعملية لعمل المسيح وفدائه بعد كده ظهرت الأنجيل الأربعة وهي كانت بتقدم حياة المسيح وخدمته على الأرض كانت هذه الكتب ضرورية جدا ولسيما للجيل الثاني الذي لم يرى يسوع على الأرض لكن اتسمت هذه العملية عملية التعليم أو التعلم بالمواضبة يواضبون على تعليم الرسل يواضبون والفعل يعني الالتصاق والتفرغ لهذا الأمر لكن أرجو نأخذ بالنا المواضبة كانت من الطرفين من المعلمين ومن المتعلمين المعلم أو الراعي النهاردة أو الشيخ النهاردة أو الخادم النهاردة يشعر بمسؤوليته بتقديم الكلمة في قوتها ونقوتها وعليها أن يواضب على ذلك ومن هذا المنطلق فكرين الرسول بولوسيوس تيموس فتقوى أنت يبني بالنعمة التي في المسيح يسوع وما سمعته مني بشهود كسرين أو دعه أناسا أمنا يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاً تيموسوس الثانية اتنين واحد واثنين يقول له كمان اكرز بالكلمة أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وابخ انتهر عز بكل أنات وتعليم تيموسوس الثانية اربعة اتنين المتعلمون أيضاً كان ليهم روح المواظبة من هؤلاء وصف البشير لؤى المؤمنين الراعين في بيرية قال عنه في عمال سبعتاشر حداشر هذه الكلمات وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فحطين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا ثم أختم معك صديقي المشاهد بسمة أخرى من سمات الكنيسة الأولى التي كانت كنيسة نامية كنيسة كارزة وكنيسة متعلمة كانت رابعاً كنيسة مصلية الرسل في البداية كانوا يوظبوا على معيد الصلاة في الهيكل أكيد وكانت هذه الصلاوات تقدم ثلاث مرات في الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة وفي عمل تلاتة واحد بنقرأ عن بطرس يوحنى صعيضاء معاً إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة ودانيال في سبيو كان ملتزم بهذه الصلاوات ثلاث مرات وداود كتب أنه مساء وصباح وظهراً أشكو أنوح فيسمع صوتي مزمور 55-17 كانت صلاوات محفوظة بتقدم كما هي كل يوم لكن يتضح لنا أن الرسل وبقي التلاميذ معهم بدأوا يصلون معاً في العلية وفي البيوت التي كانوا يجتمعون فيها مؤكد لم يكتفوا بالصلاوات اليهودية اليومية المعروفة لكن بدأوا يرتجلون في الصلاة أو لنقل كما كان يقودهم الروح الكرس الحقيقة أن الكنيسة الأولى اتولدت في الأصل في اجتماع صلاة وأصبحت الصلاة جزء أساس ممارستها اليومية حتى أن الصلاة تذكر في معظم صفحات سفر العمال وطرق أن الكنيسة كانت تصلي في كل الأحوال وأمام كل التحديات كانوا بيصلوا في انتظار موعد الآب وحلول الروح الكرس في عمال واحد كانت تصلي وهي تحت تهديد رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود أنهم لا يكلموا الناس باسم يسوع وكانت صلاتهم في عمال أربعة انظر يا رب إلى تهديداتهم ومنع عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة وتجنب الرسل خدمة الموائد علشان يواصبوا على الصلاة وخدمة الكلمة والصلاة كانت بلجاجة من أجل بطرس وهو في السجن في عمال 12 والصلاة لأجل إرسالية برنابة وشاول إلى الأمم وهكذا يمتلئ يمتلئ سفر العمال بالكنيسة وأخبار صلواتها كنيسة مصلية الصلاة كانت ومزالت الدعم والتأييد لكل سمات الكنيسة ففي الكرازة كانت الكنيسة تكلم الناس عن المسيح وفي الصلاة الكنيسة بتكلم الرب عن هؤلاء الناس تصلي لأجل من يعلمون ومن يقبلون التعليم آمنت الكنيسة أنه لا غنى عن الصلاة مع كل خدمة أخرى أو تحقيق رؤية أو نمو وتقدم في بنيان الملكوت هذه بعض سمات الكنيسة الحية الكنيسة الأولى اللي قلت من شوية قدوة ومسلينة كنيسة نامية كنيسة كارزة كنيسة متعلمة كنيسة مصلية مصل أنه كنائسنا المحلية تكون هكذا ويعطونا الرب أن نتعلم من هذه القصة قصة الكنيسة وإلى لقاء جديد في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم أستودعك صديق المشاهد لنعمة الرب ولتكن قصة الكنيسة بركة لجميعنا والرب موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر